صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحيكم قناة ميرو للمعلومات والطوخي يارب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنقدم الموفن او الكوب كيك الصحي باق جوز الهند والعسل والموز. اللي مشافش القناة قبل كده لايك شير سابسكرايب ويفعل الجرس ويضغط على كلمة قول ليصلكوا كل جديد من الفيديوهات. طبعا الكمنتات بتساعدني جدا واشكركم. النهاردة اصدقائي هنقدم الموفن الصحي بالبندق. وطبعا بنكهة الجوز هند. انتم ممكن تغيروا في النكهات. يعني انا مستخدمة نكهة الجوز هند. انتم ممكن تستخدموا القرفة. طبعا كل واحد بيحب نكهة معينة. النهاردة استخدمنا اللي هو الشوفان. اللي هما عندهم حساسية ضد الجلوتين اللي هو الدقيق. فده هيفيد كل الاشخاص اللي ما بيقدروش ياكلوا دقيق. ما بتاخدش الوصفة دي تحضير خمس دقيق بالزبط. طبعا وعشرين دقيقة في الفرن. دي هتساعد ان الاطفال ياخدوها في المدارس. وطبعا مفيدة جدا لان انا انتم هتشوف الوقتي انا هحط فيها ايه? في الوصفة بنستخدم موزة او موستين تبع آآ السكر اللي انتم هتحطوه. يعني لو هتحطوا سكر آآ انا بتكلم دلوقتي عن الضايت. آآ انا بحط سكر ضايت مع لقتين مع موزة. لو انتم هتستخدموا موزتين يبقى مش هتحطوا آآ سكر ضايت. من بقى كمان هحط معلقة عسل تزاود القيمة الغزائية. وهستخدم كوب من الشوفان آآ انا عندي مطحون لو حبة كاملة عندكم اصغير بس خدو آآ طحنة صغيرة في الكبد. زقائي ممكن تستخدموا آآ شوفان سريع التحضير. ممكن تخدموا حبة كاملة ممكن تخدموا مطحون زي اللي عندي ده. لو حتى كاملة اضحونه زي ما قلت لكم. هناخد الموزة بقى ونهرسها. هنهرس الموزة اصدقائي. زي ما انتم شايفين كده. آآ اصدقائي طبعا آآ كل ما كانت الموزة آآ آآ مستوية كل ما كانت احسن. هنحطها في البولة دي. معلقتين زيت نراشي. ممكن تستخدموا زيت جوز الهند. يعني لتبقى يعني صحية اكتر. هنقلف. الزيت مع الموز. هنبتدي نحط آآ عسل اصدقائي معلقة عسل. اهيك. زي ما انتم شايفين. لآآ آآ مفيدة جدا هتبقى تزود القيمة الغذائية لل للمافن. علاقة عسل. هنحطها. علاقة صغيرة بيكن باودر. آآ آآ فانيليا ونص معلقة آآ بيكن سودا. اللي عندوش بيكن سودا مش مهم. هنقلب اصدقائي البيكن سودا مع البيكن باودر والفانيليا. فاللي مش عايز يحط فانيليا لان ما فيش بيت زي ما قلتلكو. ما يحطش. معلقتين من السكر الدايت. طبعا بالنسبة للاطفال لو هتعملوا للاطفال هتحطوا سكر عادي. سكر حبيبات. هنقلب بقى. معلقة جوز هند. هنحط شوية آآ بندق. ولوز. طبعا احنا عايزين نزود القيمة الغذائية للمافن. المكسرات طبعا لها آآ فايدة كبيرة. هنحط آآ اصدقائي الشوفان. ونقلب. ممكن يحتاج مية اكتر اقل. احنا لسه هنحط شوية مية. بس هنقلب الاول. هنحط مية. نشوف كده هنقدي ايه مية هنحتاج. هنقلب بقى صغير كويس. ماي اللي ما يحبش السكر آآ يحط معلقة سكر واحدة مع العسل والموز. هنقلب كويس. ونبتدي بقى نجيب صنية الكوب كيك. اصدقائي زي ما شفتوا الملمسة ها. زي ما انتو شايفين كده. نجيب آآ صنية الكوب كيك. المقدار ده آآ لست قطع كوب كيك. هنا اتناشر في انا هعمل نص الصنية. ناخد آآ الزيت. طبعا اللي عنده ورق آآ كوب كيك آآ يحط. اه. بعد كده هنحط الخليط. اهو اصدقائي. كده. نملي كله بقى واحد كده. هنمليهم اصدقائي ونجيب لكم ان شاء الله. انا فتحت الفرن على مية وسبعين آآ من خمس زقايق. وهنحط على الوش كده. آآ مكسرات. بندق ولوز. دايما انتم شايفين كده. خلصنا. هندخلها بقى آآ الفرن. ونجي لكم بعد ما تستوى ان شاء الله. من خمسة عشرين لخمسة وثلاثين دقيقة. نحاول اننا آآ نفتح الفرن بعد خمسة عشرين دقيقة مش قبل. ونشوف هي استوى تولى. طبعا با آآ خلة سنان هنعرف انها استوى من جوة. آآ ولا محتاجة انها تبقى في الفرن شوية. خرجت آآ الموفن من الفرن. هن زي كل مرة بنختبر آآ الموفن آآ مفيش طبعا حاجة. بنختبرها بخلة السنان. خرجت طبعا زي ما قلتلكم. وزوقناها بآآ يوستفاندي. آآ جميلة جدا. ريحة فضيعة. هيحبها الاولاد. وآآ ممكن نحنا ناخدها في الشغل. آآ ما فيهاش لبيض ولا سمنة كلها آآ صحية. آآ آآ كمان اصدقائي القطعة من الموفن دي حوالي مية وعشرين صغر حراري. فممكن اننا ناكل واحدة مع كوباية شاي هتبقى حلوة قوي في الفطار لللي بيعملوا دايت. طبعا للأطفال آآ اي عدد آآ ممكن ياكلوه آآ وإلى اللقاء وتحياتي وارجو ان الفيديو يكون عجبكو. لايك شير سبسكرايب. آآ اصدقائي عايزة اوريكو قدي ايه جميلة. آآ وحلوة جدا. آآ وطرية. يعني اكناها كيكا عادية. آآ جربوه هيعجبكو قوي. وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة.